هاي أصدقائي معكم آخلة أهلا وسهلا بكم على قناتنا وصفتنا لهذا اليوم هي كيفية عمل القهوة التركية وعلى الطريقة الكلاسيكية ذلك لأن بعضا من متابعي قناتنا طلبها منا فكلما أعددناها بالماكنة الخاصة بها والآن سوف نعدها بالدلة أو الجذبة كما تسمى باللغة التركية وعلى الطريقة القديمة ها هو منظر القهوة أمامكم جاهز والآن وبعد قليل سأريكم كيفية تحضير القهوة التركية وعلى الطريقة الكلاسيكية أي باستخدام الدلة طبعا لا ننسى تقديم الماء مع القهوة وقطع من الشوكولات الآن إليكم طريقة الأعداد أولا نأخذ الدلة الخاصة بالقهوة والفنجان الذي سنقدم به القهوة هنا والسكر قطع السكر والماء والماء والقهوة ها هي القهوة ترونها أنا وضعتها في برطمان مكتوب عليه كهوة يعني القهوة باللغة التركية الآن نرفع المواد جانبا ولا ننسى استخدام الملعقة الخشبية لأننا نستخدم الغاز الكهربائي هنا نأخذ الفنجان ونضع به ماء قبل النهاية ونضعه في الدلة نضع فنجانين هنا لأننا نريد إعداد فنجانين من القهوة فنضع في الدلة فنجانين من الماء ومن ثم نضع الدلة على النار نضع قطعة واحدة من السكر لكل فنجان هذا في حال كانت الرغبة بفنجان قهوة وسط أي سكر وسط إذ ما طلبوه حلو فنزود كمية السكر وهناك من يشربه بدون سكر مثلي الآن نضع الفنجانين في المكان مخصص لها للتقديم ونضع بها ماء ساخن ذلك لأن أجواء تركيا باردة فلكي نحافظ على بقاء القهوة أطول فترة ممكنة ساخنة نضع الماء الساخن في الفنجان قبل وضع القهوة بها وكذلك الحال في جميع البلدان التي يكون شتاؤها بارد الآن نشعل الغاز لتكون النار هادئة خمسة من أصل تسعة أترون؟ ها هو الماء في الدلة وبه السكر فقط نحن أعطينا للسكر فترة زمنية مقدارها دقيقة ليذوب داخل الماء الآن نضع القهوة ملعقتين من ملعقتين الشاي مملوء قهوة لكل فنجان أو ثلاثة يفضل ثلاث ملاعق لكل فنجان لتكون رغوتها كثيفة ملوء قهوة لكل فنجان ملوء قهوة لكل فنجان هناك من يتساءل لماذا النار قليلة ذلك لأن القهوة عندما تكتسب الحرارة ببطء تفقدها ببطء ولو اكتسبتها من نار عالية ستكتسب ببها بسرعة وسوف تبرد بسرعة أيضا لذا نضعها على نار هادئة لكي لا تبرد عند التقديم والآن وبعد أن ذابت القهوة في الماء روتينيا نحركها قليلا بالملعقة الخشبية لتذوب تماما بالماء مع السكر وبعد ذلك نرفع الملعقة الخشبية ونضع قهوة في الدلة دون أن نحركها لكي تعطينا الرهوة كما سنفعل الآن وضعنا القهوة أترونها والآن نتركها حتى تغلي حتى تتكون الرهوة عفوا قبل الغليان الآن نجهز الفناجين التي سنصب بها القهوة نضعها بالقرب من الدلة عمل القهوة الكلاسيكية يستغرق ما لا يقل عن 10 إلى 15 دقيقة ليست كالأجهزة الحديثة تستغرق دقيقة أو دقيقتين الآن نزود النار تحت الدلة لتكون 7 من أصل 9 ذلك لأنها أصلاً اكتسبت الحرارة الآن في طور الاستيواء أي شرفة القهوة على الاستيواء الآن واعتاد الأتراك أيضاً على وضع الماء مع القهوة فعندما نقدم الماء مع القهوة ويشرب ضيفنا الماء قبل شربه للقهوة معنى هذا أنه جاء وجب على صاحبة المنزل أعداد الطعام له دون أن تسأله وتحرجه وإذ ما شرب الماء بعد القهوة فهذا يدل على أنه شبعاً فلا تضطر صاحبة المنزل إلى أعداد وجبة الطعام له الآن ها هو الماء نضعه في الأقداح المخصصة له ونقدمه مع القهوة وهذه من العدد العثمانية التي تورثناها عن أجدادنا الماء مع القهوة كما كان يقدم نحاول كمرحلة أولى وضع الرغوة في الفناجين توزيعها بالفناجين نرجع نرجع الدلة على النار مرة ثانية لذا تكور لنا رغوة مرة ثانية بإمكاننا أيضاً توزيع الرغوة على الفناجين بواسطة الملعقة كما سوف أفعل بعد قليل ها هي الرغوة تكونت من جديد نأخذها بين العقة ونضعها بالفناجين نرجع الدلة على النار مرة ثانية لكي تغلي فطعم القهوة وهي مغلية يكون لذيذة جداً نرجعها على النار للمرة الثالثة وفي هذه المرة نسكبها بالفناجين لأنها أصبحت جاهزة ها هي أصبحت جاهزة الآن نطفئ النار و نوزعها على الفناجين ها هي قهوتنا أصبحت جاهزة إذ ما كانت الرغوة غير متوزعة على الفناجين نعمل على توزيعها بحافة الملعقة وبهذا أحبتي تكون قهوتنا لهذا اليوم قد أصبحت جاهزة كما ترونها أمامكم على الشاشة نقدمها مع قطعة من الشوكولة والماء أحبتي جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف وأتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم أحبتي وإذ ما أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد ننتظر تفاعلكم مع قناتنا فهذا يسعدنا كما يسعدنا أن تكتبوا لنا في التعليقات من أي بلد تتابعوننا انتظروني في وصفة جديدة معكم أنا أنخلة باي موسيقى 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 موسيقى